أنتم تشاهدون الآرامية أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنت تسأل والكتاب يجيب موضوعي لها الليل هو استكمال للموضوع اللي ابتديناه في الحلقة السابقة في الأسبوع السابق ألا وهو الإنسان بين عالم الغيب والإيمان عزائي المشاهدين رأينا في الحلقة السابقة دور الشيطان الرهيب في بعد الناس إبعاد الناس عن الله الحي الحقيقي ولقد استخدم الشيطان هذه الآلات التي سنتطرق لها اليوم في إبعاده للناس عن الله الحي الحقيقي بدءا أقول أعزائي المشاهدين أنه منذ اللحظة الأولى لوجود الإنسان على الأرض ووضع الشيطان في قلبه وقصد في نفسه أن يدمر الإنسان دمارا كاملا بل أن يبيده إبادة شاملة والوسيلة القديمة والجديدة التي كانت وما زالت تلقى النجاح تلو النجاح هي التي يستخدمها الشيطان تشكيك الإنسان بكلام الله من ناحية وتشكيكه في طبيعة الله من الناحية الأخرى كلام الله الكتاب المقدس طبيعة الله أنه محب وصالح وبأنه قدوس وحكيم وللأسف الشديد وكما حدث في جنة عدن قديما عندما صدق الإنسان الشيطان وذهب وراء تشكيكاته وانصاع إلى خداعه هكذا تجد الإنسان اليوم يفعل نفس الشيء ولكن ربما يستخدم مسميات مختلفة فعندما يأتي الأمر إلى كلمة الله كلمة الله فهو ربما لا يقول لك أنه يشكك فيها ولكنه يتشدق بالتحرر الفكري والانحلال الليبرالي وبإخضاع كل شيء للفحص والامتحان فيقبل من كلمة الله ما يسوغ له ويرفض منها ما لا يروق له أما عندما يصل الأمر إلى الله ذاته فهناك من رفض أصلا فكرة وجود الله فطعنوا في وجوده وأيضا هناك من آمن بوجوده ولكن وضع الله في قفص الاتهام ووجه إليه التهمة التهمة تل والأخرى بسبب الألم والفقر والحروب والمجاعات والكوارث الطبيعية وإلى ما هنالك وهم بذلك طعنوا في صلاحه وفي محبته لكن هناك أيضا من اتهم الله بالضعف والعجز بسبب وجود الشيطان المدمر وآثاره الرهيبة في كل مكان وزمان وهم بذلك يطعنون في حكمة الله وسلطانه ولقد بذل الشيطان قصارى مجهوداته أن يبعد الإنسان عن الكتاب المقدس كلام الله الوحيد الكتاب المقدس كلام الله الوحيد لأنه يعلم الشيطان أنه برجوع الإنسان إلى الكتاب المقدس كلام الله سوف يرى الأمور على حقيقتها وسوف يستنير ذهنه وعقله وقلبه وسوف يعرف الله الحي الحقيقي معرفة حقيقية وعندما يعرفه معرفة حقيقية سوف يدخل معه في علاقة شخصية حية حميمة مؤسسة على الإيمان بابنه الرب يسوع المسيح الذي بذل نفسه على الصديب لفدائه لكن للأسف نقول لأن الشيطان قد نجح نجاحا باهرا في هذا المضمار أي إبعاد الناس عن الكتاب المقدس بل أقول إنه اليوم وبالرغم من وجود الكتاب المقدس في كل بيوت المسيحيين المعترفين بالمسيح وبالرغم من وجوده على صفحات الإنترنت وبالرغم من وجوده في التليفونات المحمولة فقل لما ما يفتحه أحد وإن فتحوه فهم يفتحوه لكي يطرد الأرواح الشريرة من البيوت بحسب زعمهم وإن فتحوه وقرؤوه فهم يقرؤونه على سبيل الواجب وإن قرؤوه فهم لا يفهموه لأنهم لا يقرؤونه عن إخلاص راغبين بطاعة كلامه أو ربما لأنهم يقرؤونه كأي كتاب آخر ما في فرق يعني كتاب من الكتب أو ربما لأنهم يحاولون فهمه بمشهوداتهم وحكمتهم الإنسانية قال الرب يسوع قال للصدقيين في يومه قال لهم تضلون أليس لهذا تضلون لأنكم لا تعرفون الكتب ويكسد كتب العهد القديم لأنكم لا تعرفون الكتب ولا قوة الله نعم أعزائي المشاهدين سوف نضل عندما نبعد عن الكتاب المقدس كتاب الله وبسبب بعد الإنسان عن الحق كلام الله فلقد أغرقه الشيطان في شتى أنواع الخدع والتضليل والزيف والأكاذيب والظلمة والأباطيل فحوله عن الله الحي الحقيقي حوله إلى أن يحاول أن يجد طريقه بنفسه قال له هناك إله وتخيل إلها من صنع خياله قال له أنه هو نفسه إله فعبد نفسه وكانت الطامة الكبرى لكن فالإنسان في بعده وانفصاله عن الله هو دائما خائف يعيش في خوف مستمر هو دائما مرتعب من الغد وما يحمله له فقدم له الشيطان البديل وما البديل؟ هو أن يلتجأ لمعارفة الغيب واكتشاف المستقبل من خلال النجوم والكواكب أو من خلال العرفين والمنجمين والصحرة وأصحاب الجان والتوابع والشيطان يقصد من ورائه إغراق الإنسان في هذه الممارسات الشريرة عزيز المشاهد هو إقصاؤه وإبعاده عن الله من ناحية وجذبه إليه للاتكال عليه وبالتالي لعبادته من ناحية ثانية نعم كلام خطير أرجو أن تعيرني إياه اهتماما عزيز المشاهد الشيطان بسبب أنه يغرق الناس في هذه الممارسات الشيطانية التي سنرى بأكثر تفصيل هو من ناحية يبعد الناس عن الله ومن ناحية ثانية يجذبهم إليه ليعبدوه هو هذه الحقيقة الغائبة عن ذهنك يا عزيز المشاهد لأن الشيطان كان وما يزال إلى اليوم يستقطب الناس إليه بشتى الطرق وشتى الوسائل ليعبدوه سواء عرفوا ذلك أم لم يعرفوه لقد أوهم الشيطان الكثير من الناس بأنه يعلم الغيب ضحك عليهم وقالهم أنه أنا بعرف الغيب يا حبائي سوف نرى رأينا في الحلقة السابقة الشيطان لا يعلم الغيب لقد أوهم الكثير من الناس بأنه يعرف المستقبل فأذلهم وخدع الكثيرين بأنه موجود في كل مكان فاستعبدهم لكنه جعل الكثيرين يظنون بأنه له القدرة على قراءة أذكارهم فأرعبهم هذا العرض القصير الذي عرضته على مسامعكم حضرة المشاهدين لما يفعله الشيطان وبسبب عدم استكمالي لأمور مهمة في هذا الموضوع في الحلقة السابقة وبسبب بعض الأسئلة التي جاءتني بعد الحلقة السابقة عن هذا الموضوع رأيت لزاما علي أن أستكمل ما بدأته في الحلقة السابقة لفائدة عزيزي المشاهد لماذا؟ لكي نحاول بنعمة الله أن نهدم كل ما هو مزيف وأن نقف ونبني على ما هو حقيقي ألا وهو كلمة الله الحية والباقية إلى الأبد راجيا من الله أن يفتح أذهاننا وينير قلوبنا فنرجع من ظلمات إلى النور النور الحقيقي ألا وهو الرب يسوع المسيح الذي قال عن نفسه أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة في عجالة عزيزي المشاهد سوف أراجع فقط بعض الأسئلة التي تناولناها في الحلقة السابقة وأترك الإجابة عليها فيك تطلع وتشوفها على اليوتيوب بس حط أنت تسأل والكتاب يجيب بالعربي على اليوتيوب تطلع الحلقة وكل الحلقات تبعك البرنامج أو في تروح على الاركايف الأرشيف تبع الأرمي abnsat.com وابحث عن you ask and the bible answers دور على اسم البرنامج بالإنجليزي وحتطلع كمان الحلقة مسجلة جبنا جبنا عن عدة أسئلة منها لماذا هذا الشغف وهذه الحب الفضول والشوق عند الإنسان لمعرفة المستقبل لماذا هذا الإصرار المجنون على علم الغيب ورأينا الإجابة على هذا ناتج عن خوف الإنسان من المجهول اللي بيخافه واللي بيجهل منه يرعبه فبقى بيحاول أنه يكتشف شو هو هذا المجهول لكي يصبح معلوما فيظن أنه ينال بواسطته الراح رأينا أن للشيطان الباع الطويل والدور الكبير في هذا الانحراف الخطير للإنسان أنه ينحرف وراء التوابع والجان وتحضير الأرواح لكي يعرف المستقبل والممارسات الشريرة ورأينا ما هو غرضه أن يبعد الإنسان عن الله ويستميله ويستقطبه إلى نفسه لكي يعبده ورأينا أن الشيطان لا يعرف المستقبل راجع الحلقة السابقة عزيز المشاهد لقد أعطينا الأدلة والبراهين أن الشيطان لا يعلم المستقبل ويمكن سأضطر إلى هذا الموضوع أكثر لأنه شفت هناك خداع كبير خدع به الشيطان ومن خلال حديثي مع كثير من حتى المؤمنين الحقيقيين للأسف هناك هذه الصورة المغلوطة عن الشيطان بأنه يعلم المستقبل لكن رأينا أيضا إجابة كان في سؤال للحلقة وإجاني أجوي بكثير من أعزائي المشاهدين وأنا مشاكل كثير لأنه الإجابات كلا التي أجد كانت في الصميم وكانت بالفعل إجابات رائعة أنه لماذا يحجب الله عننا معرفة المستقبل رأينا عدة أمور أننا لكي نسلك بالإيمان أن الله وحده له هذه الخاصية أنه يعرف المستقبل ولبركتنا ولفائدتنا ولخيرنا لكن أيضا رأينا ما هي المجالات التي يشركنا فيها الله عن المستقبل ويمكن سأتطرق إلها مرة تانية لكن هالليلي في عندي أسئلة جديدة حابب إطرحها وحابب بنعمة رب أنه نتناقش فيها مع بعض وحيكون في سؤال للحلقة مثل ما كان في سؤال للحلقة الأسبوع اللي فات الليلي كمان حيكون في سؤال للحلقة وأنا يعني بعتذر نسيت أعطي المخرج إلى السؤال ياريت هلأ بنشوف إذا فينا نكتبه ونحطه لكم على الشاشة بس هقول الأسئلة يلي هنحاول نتطرق لها عزائي المشاهدين وبعدين هقول سؤال الحلقة وصلاتي أنه نقدر نكتبه ونحطه على الشاشة السؤال الأول اللي حابب أن أعالجه بشيء من التفصيل هو موقف الكتاب المقدس يا ترى من هذه الممارسات الشريرة الشيطانية ومن الذين يتعاطونها بل قل ومن الذين يلجأون إلى هؤلاء الذين يمارسونها سؤال الثاني هل هناك أي أذى أو عرافة أو عمل أو سحر يجري على المؤمنين الحقيقيين الذين سكن فيهم روح الله القدوس وإن كان لا يجري عليهم هذا الفعل إن كان لا يجري عليهم السحر أو العمل أو العرافة فعلى من يجري والسؤال اللي وصلني بعد نهاية الحلقة السابقة لماذا يسمح الله لشخص ما بمساعدة الأرواح الشريرة أن يؤذي شخصا آخرا أليس هذا ظلما سؤال كتير حلو في محله وإن كان الشيطان كما من الأسئل اللي أجدني إن كان الشيطان لا يعرف الغيب فلماذا تصدق بعض أقوال العرفين والمنجمين هذه الأسئلة عزيز المشاهد وغيرها الكثير اللي صلاتي أنه نقدر ننغطي فيها الليلي سوف تكون محور حديثي معكم في هذه الليلة في برنامجكم أنت تسأل والكتاب يجيب عنوان الحلقة مرة تانية عزيز المشاهد الإنسان بين علم الغيب والإيمان سؤال الحلقة يلا يتكدبوا عندك وصلاة أن المخرجي يقدر يكتب لي كمان سؤال الحلقة هل يقدر الشيطان أن يقرأ أفكارنا عليك تستفهام هل يقدر الشيطان أن يقرأ أفكارنا هذا هو سؤالي للحلقة للليلي واللي حابب أنه بس افتح الخطوط أنه اسمع منكم عزيز المشاهدين في هذا السؤال مرة تالتي هل يقدر الشيطان أن يقرأ أفكارنا أنا حابب اسمع رأي أكبر عدد ممكن من المشاهدين على هذا السؤال وسواء كان الجواب نعم أم لا أنا حابب شوية إضاحات يعني إلي نعم عشان هيك إلي لا عشان هيك ورجاء في المحب أن تكون المشاركات في صلب الموضوع وباختصار لحتى نقدر ناخد أكبر عدد ممكن من المتصرين وكمان بحب ضيف عزيز المشاهد إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار في هذا الموضوع موضوع الغيبيات تحضير الأرواح السحر الجان العرافي قوة الشيطان محدودية وصلاحية قدرة الشيطان شو اللي بيقدر يعمل الشيطان شو اللي ما بيقدر يعمل خلونا نعرف عزيز المشاهدين أن الشيطان كائن مخلوق فهو محدود ولا يستطيع أن يفعل إلا ما سمح به الله له أن يفعله أنا حابب أسمع منك عزيزي المشاهد بسرعة وبعجالة أذهب إلى السؤال الأول يا ترى ما هو موقف الكتاب المقدس من العرافة ومعرفة المستقبل تحضير الأرواح السحر وإلى ما هنالك من الممارسات الشيطانية الشريرة ومن الذين يتعاطونها بل مع الذين أيضا يلجأون إليها دعونا نؤكد عزيزي المشاهدين مرة أخرى أن علم الغيب من خصوصيات الله وحده وهو في حكمته لم يطلعنا على تفصيلات المستقبل وعما سيحدث في الغد لأسباب كثيرة أنا أشرت إليها في الحلقة السابقة بليز ارجع عزيز المشاهد للحلقة السابقة لكن خلاصة أقول أولا بسبب أنه هذا الأمر من خصوصياته الله وحده عليم الرب إله عليم وبه توزن الأعمال هو وحده مخبر منذ البدء بالأخير منذ القديم بما لم يفعل قائلا رأي يقوم وأفعل كل ما سرتي الله وحده الذي يعلم الغيب بتفصيلاته بكل حذافيره متى سيحدث أين كيف لماذا هو المتصلط في في هذه الأرض وفي ممالك الناس هو الذي يعلم كل شيء منذ البدء وحتى النهاية لكن أيضا رأينا بسبب حبه الكثير لنا وبسبب رغبته أن نسير بالإيمان نسلك بالإيمان متكلين عليه كل يوم وكل دقيقة وكل لحظة متكلين عليه وعلى قيادته الحكيمة لنا واثقين في صلاح قلبه من نحونا أنه لن يفعل شيئا لضرارنا أبدا فليس هو الله الضار لكنه النافع لكنه هو الذي ينفع الناس هو الذي يريد خير للناس هو إله صالح يام يام عبيد أكثر من مرة رنم آلول حمد الرب لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته وحتما عزيز المشاهد هو لا يريدنا أن نتمرد على هذه الخاصية التي له وحده معرفة الغيب وَلَقَدْ نَهَا نَهَا يعني قال له لا تفعلوا نهى شعبه قديما عنها نهيا قاطعا وأعطى عقاب لمن يمارس هذه الممارسات وكان العقاب القطع من شعب الله بالموت اسمع ماذا قال الكتاب عن الذين يمارسون هذه الأمور أولا أبتدأ من سفر التثنية سفر التثنية في العهد القديم من كتب موسى الخمسة تثنية 18 ابتداء من العدد التاسع يقول موسى بالروح القدس لشعبه قديما قال له متى دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهك لا تتعلم أن تفعل مثل رجس أولئك الأمم ما تتعلمش العبادة الوثنية الرجس يعني عبادة وثنية قال له لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار للأسف العباد الأوثان الوثنيون كانوا يقدمون ذبائح إنسانية بشرية لآلهاتهم كانوا يقدمون بنيهم وبناتهم قال له لا يوجد فيك من يفعل هذا قال له ولا من يعرف عرافة سنشوف ما معنى العرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا من يرقي رقية ولا من يسأل جانا أو تابعة سنشوف معناتهم كل هولي ولا من يستشير الموت لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب اللي بيعمل هيك مكروه عند الرب وبسبب هذه الأرجاس الرب إلهك طاردهم من أمامك يعني هون الرب بيكشف لنا شوي السطار أنه ليش الله طرد الأمم من أمام شعبه إسرائيل لأنه نعطاهم أربعمائة سنة الفترة التي قضاها بني إسرائيل في مصر أعطى الأمم اللي كانوا ساكنين في أرض كنعان فرصة أربعمائة سنة لحتى يتوبوا عن هذه الشرور ويرجعوا إلى الله الحي الحقيقي لكن للأسف لم يرجعوا الله طردهم من أمام شعبه تكونوا كاملا لدى الرب إلهك إن هؤلاء الأمم اللي أنا طردت من أدامك واللي أنت حتخلافهم الذين تخلفهم يسمعون للعائفين والعرافين لكن أنت وأما أنت فلم يسمح لك الرب إلهك هكذا يعني مكروه عند الرب الرب بيسمح لكش أنك تعمل هيك لكن كمان حنشوف العقاب سوى وسيط الرب أنه ما تعمل هيك وسيط الرب أنك لا تمارس هذه الأمور لكن عقاب من يمارسها عقاب شديد أعزائي المشاهدين كان قديما يري كراهية الله لهذه الأمور سفر اللاويين كمان من كتب موسى الخمسة لاويين عشرين قال الرب على فم موسى قال له عدد ستة لويين عشرين ستة والنفس التي تلتفت إلى الجان وإلى التوابع لتزني وراءهم تزني وراءهم بمعنى أنه يذهب وراء الجان وراء التوابع لكي يتكلوا عليهم في معرفة أمور الغد والمستقبل لكي يتكلوا عليهم كيف يشكل لهم حياتهم وينفصل عن الله الحي الحقيقي زينة روحي زينة روحي عندما أقول الله ابعد عني وعندما ألتصق بهؤلاء الوسطاء اللي حنشوف أني عمال وعملاء الشيطان يقول الله فإني أجعل وجهي ضد تلك النفس وأقطعها من شعبها أقطعها من شعبها يا حبائي هذا هو عقاب الله على هذه الخطية عندما يذهب الإنسان لكي يطلب من الجان والتابعة وفي تحضير الأرواح والسحر أيضا في عدد سبع وعشرين بيقول له وإذا كان في رجل أو امرأة جان أو تابعة فإنه يقتل بالحجارة يرجمونه دمه عليه يعني إذا كان في شخص مستعبد يعني مسكون بروح شرير يقتل في العهد القديم يقتل نحن بنعرف أن رب يسوع لما إجه في الجسد كم من الأشخاص الذين كانوا مسكونين بالأرواح الشريرة لكن شكرا لله من كل القلب أنه لم يقتلهم المسيح لأنه لم يأتي ليدين لكنه أتى لكي يخلص ما قد هلك جال يصنع خيرا اسمع ويشفي جميع المتصلط عليهم إبليس ما أعظمه واليوم رب يسوع على أتم الاستعداد عزيز المشاهد إن كنت تمارس هذه الأعمال إن كنت قد لجأت لأشخاص يمارسون هذه الأفعال والممارسات الشيطانية المسيح على أتم الاستعداد أن يقبل توبتك وأن يحررك أن يكسر قيد إبليس لأن المسيح أقوى من الشيطان المسيح هو الله الظاهر في الجسد لقد غلبه لما كان هنا في الأرض لقد صحقه صحقا في الصليب والمسيح يستطيع بدمه الزكي الثمين أن يحررك أن ينقذك حتى لو كنت مسكون بأرواح شريرة المسيح يستطيع أن ينقذك من هذا الساكن وأن يغسلك بدماه وأن يسكن فيك بروحه القدوس المبارك لكن هذه الممارسات الشيطانية قال مستر كورت كوخ كورت كوخ في كتابه The Devil's Alphabet قال أن هناك في العالم اليوم حوالي خمسين ممارسة شيطانية في العالم نستطيع أن نقسمها مثل ما أسمها خادم الرب الأخ يوسف الرياض في كتابه الشيطان نستطيع أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام رئيسية أولاً نقول ممارسات شيطانية مختلفة للحصول على المعرفة القسم الثاني ممارسات لاستحضار قوة الشيطان إما لإحداث ضرر أو لإتقائه وأخيراً هناك ممارسات خرافية أبدأ بالممارسات الشيطانية للحصول على المعرفة أقول عزيز المشاهد مرة أخرى لقد استغل الشيطان الشغف الموجود عند الإنسان للمعرفة لمعرفة المستقبل معرفة الأحداث وبالتالي أقنعه أنه عندما يعرف المستقبل ويحصل على المعلومات سوف يرتاح لكن هيهات هيهات أنه يجد الإنسان الراحة عند الكذاب وأبو الكذاب وأبو كل كذاب من هذه الأساليب أولاً العرافة العرافة هي محاولة للمعرفة عن طريق استخدام أدوات معينة منها قراءة الفنجان قراءة الكاف ضرب الرمل أوراق اللعب هز السهام أنه الواحد بيكتب على مجموعة سهام في الجعب تابعهم أسماء معينة بيكتب اسم معين بيهزهم والسهم اللي بيطلع الاسم المعين وبعدين يعني فيه أمور رهيبة مرعبة من وراها يا حبائي يقول صاموئيل لشاول يقول له قديما النبي صاموئيل يقول له أن التمرد كخطية العرافة والعناد كالوثن والترافيل آه ما أصعب هاتين الخطيتين فخطية العرافة في نظر الله هي كخطية التمرد يعني أنت لما بتقول له لأ الله أنا لا أريد أن أطيعك ابعد عني تتمرد على الله نفس الخطية لما بتروح لحتى تعرف المستقبل من هؤلاء العرافين أما الوسيلة التانية من هذه الأساليب شفنا العرافة لكن في التنجيم لمعرفة المستقبل ودائما التنجيم ارتبط قديما وابتدأ من بابل ابتدأ من العراق ابتدأ بعبادة الكواكب والنجوم ويقع تحت هذه الموارسة قراءة الطالع معرفة الحظ حظك اليوم أنت والنجوم The Crystal Ball أنك تقرأ تشوف حظك في الكرة البلورية وتقريبا معرفة الطالع وقراءة الأبراج هي الباب الوحيد الثابت في كل الصحف والمجلات في كل بلاد العالم في كل اللغات ليس أمرا غريبا لكن بعد ما شفنا البحث اللي عملناه عزيزي المشاهدين أنه ما عاش غريب ولا شيء بسبب الضحك الشيطان على الناس في كل مكان أنه أنت بس تعرف طالعك بس تعرف مستقبلك أنت خلص أنت حترتاح واليوم قد أغرقت مواقع صفحات الإنترنت بشكل رهيب والناس يجرون وراءها بلا وعي وبصورة جنونية من الوسائل في عزيزي المشاهدين في الممارسات الشيطانية للحصول على المعرفة شفنا العرافة والتنجيم لكن الوسطاء الروحيون بسموهم Mediators وصيلة هم وسيلة للحصول على المعرفة عن طريق استخدام وسيط وهذا الوسيط يكون تحت خضوع تام لروح العرافة الروح الشرير ويسمى هؤلاء الوسطاء في الكتاب يأما يكونوا توابع أو أصحاب جان ومن الملفت للنظر أنه غالبية هؤلاء الوسطاء يكونون من النساء في العهد القديم كان في امرأة جارية بها روح عرافة بالعهد القديم في عين دور لرحلة شاول بالعهد الجديد في عمال 16 كان في جارية بها روح عرافة في مدينة فليبي أما الأسلوب الرابع من الأساليب الشيطانية في المعرفة هو استشارة الموتة وتحضير الأرواح وهذا أخطرهم ليش؟ لأنه للحصول على المعرفة والمعلومات عن طريق استحضار أرواح الموتة والتحدث معهم كما يزعمون عندي نقطة مهمة عزيز المشاهد مثل ما عند الإنسان شغف وشوق رهيب وإسرار أنه يعرف المستقبل اسمع كمان عنده شغف وشوق أنه يتواصل مع أحبائه يلي ماتوا هذه حقيقة مؤكدة عزيز المشاهد كما أنه يوجد عند الناس الرغبة العميقة لمعرفة المستقبل لكن هناك أيضا أشواق عميقة دفينة طبيعية عند الناس أنه يتواصل مع أحبائه يلي ماتوا وبالتالي نستطيع أن نفهم سر نجاح الشيطان في هذه الممارسة التي يبغدها الرب جدا ولألا يظن أحد أن روح الإنسان الميت هي اللي راح تجي لما تحضر الأرواح كلا أحبائي فبالناس المساكين البسطاء يظنون أن روح حبيبهم الميت هي التي حضرت ولكن في الحقيقة هو الروح الشرير التابع للشيطان هي التي تحضر هذه الجلسات أريد أن أؤكد أن أرواح الموتة لجميع الذين ماتوا هم في مكان من مكانين اسمع عزيز المشاهد هذه الحقيقة التي يؤكدها الكتاب المقدس أرواح جميع الموتة لكل البشر من آدم لحد اليوم ولحد اللي حيموتوا بكرة أرواح جميع البشر هم موجودون في مكان من مكانين لا غير لا تستطيع الخروج منهما أما بالنسبة للذين آمنوا بالرب يسوع إيمانا قلبيا تابوا عن خطاياهم آمنوا بالمسيح مات على الصليب لأجلهم فإن أرواحهم في الفردوس مع المسيح هذا ما تؤكده كلمة الله موضع الراحة والعزاب وأرواح الذين لم يتوبوا ولم يسلموا القلب والحياة للمسيح ولم يكن عندهم إيمانا قلبيا بالمسيح فإن أرواحهم في حالة الهاوية في موضع العذاب واللهيب هذا ما تؤكده كلمة الله عزيز المشاهد لهذا نقول أن هذه الأرواح لها مقدرة على تقليد الأصوات اسمع عزيز المشاهد الأمر مهم جدا وبيعرف يقلد الصوت الميح لا تنساش عزيز المشاهد أن الشيطان وأتباعه الأرواح الشريرة عندهم ذاكرة كبيرة وقوية جدا حتى على تذكر الأصوات أنت رايح لتستحضر روح شخص بتحبه حيقلد لك صوته بيستطيع أن يقلد أصوات الذين ماتوا وهؤلاء الأرواح الشريرة يتكلمون من خلال الوسطاء من خلال العرفين بصوت يشبه الهمس والرعش لإهام ضحاياهم أنهم يحادثون الأموات فعلا ولا ننسى أن للأرواح الشريرة ذاكرة قوية جدا بيعرف تقريبا كل شيء مشكلة بيعرف أمور كثيرة عن الشخص الميت لأنه موجود الشيطان منذ ألاف السنين فهم يعرفون الكثير عن هؤلاء الأموات اسمع قضاء الرب لهؤلاء الذين يمارسون هذه الممارسات قال الله قديما على لسان إشعياء إشعية 8 عدد 19 اسمع قال وإذا قالوا إشعية 8 عدد 19 وإذا قالوا لكم أطلبوا إلى أصحاب التوابع والعرفين المشقشقين مشقشقين يعني الشقشقة يقولون كلمات غير مفهومة والهامسين يعني بيحكوك بكلام همس بيخلوك تفكر أنه بالفعل عم بيحكي هذا الميت روح الميت ألا يسأل شعب إلهه 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 أيسأل الموتى لأجل الأحياء يعني أنت فكر مش المفروض لواحد روح يسأل إلهه بدل ما يسأل الأصحاب التوابع والعرفين مش المفروض لواحد يسأل لأجل الموتى مش لأجل الأحياء إلى الشريعة وإلى الشهادة إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر لن يكون هناك فجر روحي لن يكون هناك علاقة شخصية لن يكون هناك نهار أبدي مع المسيح في السماء بل سيكون هناك الليل والظلام والظلمة الخارجية إلى أبد الآبدين للذين يمارسون هذه الأمور ولا يتبون عنها عزيز المشاهد سوف أرجع بعد هذا الفاصل فأرجو أن تبقى معي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بيطعم شعبه في برية ويطلق أسره وماسبيل إلى دانيان وراب تاوت بنؤمن إنه مازال موجود إن الشعبيد حسب وعده من سيك جوليان وجب أسود يا إلقنا الصالح شكراً لي مهما بنشكر مش هنوفيك دي مرح ما تجيل وراجيل وأمنتك تبدأ وما بتسول أعمالك تشهد لك وتقول يا ربي ما لكش بثير في قلبي السجن وسط الطيب بتيجي بقوة يا أوفة صديق ونوقف البحر قصات شعبك تشوق وتعمل منه طريق لا في أبوة ولا أسوار أمامك تقوة يا جبار ونطهد وخمر أولادا نشوفك وسط أدوني النار يا إلقنا الصالح شكراً لي مهما بنشكر مش هنوفيك دي مرح ما تجيل وراجيل وأمنتك تبدأ وما بتسول أعمالك تشهد لك وتقول يا ربي ما لكش بثير إله أبقنا وأشددنا أعودك لنا ولي ولدنا يا فادي من الحفرة حياتنا وعدنا لسا ما هتاخدنا بنعلن إن إيماننا فيك واليوم أنكرنا وصاحديك بنظرة حب الدوبنا ونرجعتك بتوبة إليك يا إلقنا الصالح شكراً لي مهما بنشكر مش هنوفيك دي مرح ما تجيل وراجيل أمنتك تبدأ وما بتسول أعمالك تشهد لك وتقول يا ربي ما لكش بثير يا ربي ما لكش بثير عزيز المشاهد مرحبا فيك أهلا وسهلا في هذه الحلقة التانية أو المتابعة التانية لبرنامجك أنت تسأل والكتاب اليجيب وموضوع متابعة أو استكمال للحلقة اللي عملناها بنعمة الرب الأسبوع اللي فات وهي عن الإنسان بين علم الغيب والإيمان أنا حابب أسمع منك في عنا سؤال للحلقة يا ترى هل يقدر الشيطان أن يقرأ أفكارنا السؤال حيطل على الشاشي هل يقدر الشيطان أن يقرأ أفكارنا رأينا عزيزي قبل الفاصل نحن نتكلم عن أساليب الشيطان والممارسات الشيطانية ليخدع الإنسان أنه بيقدر يحصل على المعرفة شفنا أول شيء العرافي شفنا التنجيم شفنا الوسطاء الروحيون واستشارة الموتة أو تحضير الأرواح قبل ما أكمل حديثي في معي اتصال من أم ضياء أهلا وسهلا أنت على الهوى تفضلي نعم أنا أقول أنه الشيطان ما يقدر يقرأ كأي أفكار إنسان كل شيء ما يقدر الإنسان اللي نسويه إحنا من كيف لا نقدر نسوي زين ونسوي مو زين ما يقدر هو يقرأ أفكارنا أبد طيب أختم ضياء ياريت توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون بليز نعم نعم أوكي طيب ليش ليش عم بتقولي هيك أختم ضياء عم بتقولي أنه الشيطان ما بيقدر يقرأ أفكارنا عندك إضاح عندك مثلا تعطينا مثل المثل إنه ما عنده قوة ما ليسوي هالشي هذا ما دام يسوعه إيانا ما دام الرب وإيانا هو ما يقدر يقرأ أفكارنا إحنا نعرفها هي من كيفنا طيب بس هذه من غير يعني ما مكتوبة بالكتاب إحنا شعورنا إنه يعرف إنه ما يقدر الشيطان يقرأ أفكارنا ويسوعه إيانا حلو هذا وأشكرك على هذا البرنامج بالتك الحلو وإنت تجبه واحد من أولادي تجبه صفاء أهلا وسهلا أمضياء شكرا 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 الرب باركك ويخلي لك ياهن وشكرا يا أمضياء وصلواتك من أجلنا أخ عادل أنت على الهواء أهلا وسهلا سلام المسيح معاك أخويا إسماعيل ومعاك أيضا حبيبي الرب باركك أنا فرحان دائما من أسمع برنامجك لأنه صراحة من البرامج الجيدة اللي يتقرب الناس وتؤمن بالرب يستوع المسيح هو الرب الحقيقي لجميع البشر أمين أمين يا خادر السؤال هل يستطيع الشيطان أن يقرأ أفكارنا لا يستطيع الشيطان يقرأ أفكارنا ولا يستطيع أن يعلم الغيب لأنه الرب يستوع المسيح هو فقط هو الذي يعلم الغيب وهو الذي يعرف مستقبلنا والإنسان المؤمن الإنسان اللي عنده إيمان كامل بالرب يستوع المسيح يعرف مكانه شنو مكانه في السماء مع الرب يستوع المسيح أنا مؤمن إيمان كامل بالرب يستوع المسيح هو ربي وهو مخلصي وبدأ ما طاره وخلصني وأنا أعرف كل الزين لأنه ربي يسوع هو يعرف بالمستقبل أنا مكاني في السماء بالمستقبل مع الرب يسوع المسيح وأشكرك أخي إسماعيل وأرجو منك فقط بس أن أتصلي إلى عائلتي وأتصلي إلى أولاد أخواني وأولاد أخواتي وأولاد كل المسيحيين أن يكونون قريبين من الرب يسوع المسيح وبعيدين عن الشيطان آمين يا ربي آمين طلبي بحسب مشيته أخواتي شكراً كتير لأجل اتصالك أنا هعلق على اتصالاتكم عزيزي المشاهدين شكراً لأجل اتصالاتكم وحنشوف أنا حابب أسمع منكم أكتر السبب عزيزي المشاهدين عم بيأخذ هذه الحلقات لأنه عم شوف أنه في حتى بين صفوف المؤمنين نعطي الشيطان صلاحيات أكثر مما له نظن بأنه يعلم الغيب كثيرون يظنون بأنه يقدر أن يقرأ الأفكار كثيرون يظنون بأن الشيطان متواجد في كل مكان وعم نحاول نناقش هذه الأمور مع بعض ونرجع إلى كلمة الله لكي نرى الحقيقة ونعرف الحق من الباطل والحقيقة من الزيف وأنا بشكر رب لأجل أن يتصلوا انضياءوا أخ عادل وعم بيقولوا اتناناتهم بيتفعوا ولأ الشيطان لا يقدر أن يقرأ الأفكار أفكار الناس أنا حابب أسمع منك عزيزي المشاهد أنا حابب يعني مثلا أعطيك مثل فكرة طيب شو قصد الكتاب لما الشيطان دخل يهود الإسخريوتي الشيطان دخل يهود الإسخريوتي وبعدين راح وسلم المسيح يعني أنا بس حابب يعني هايكي خلي السؤال يكون شوي نفكر فيه أكتر ونجاوب ونشوف عزيزي المشاهدين بالفعل هل الشيطان محدود؟ شأكيد محدود وحابب نشوف شو الصلاحيات اللي الله بيعطيها والحدود التي له والتي لا يقدر أن يتخطاه كمان مع اتصال قبل ما تابع العرض معكم للموضوع مع اتصال من ويليام الأخ ويليام أهلا وسهلا تفضل السلام رب يسوع معاك معايا ربي باركك ويبارك هالمواضيع اللي عم تطرحها يوم بعد يوم ربي باركك أهلا يا أخ ويليام شكرا وربي باركك الحقيقة دي تعليقك صغير عاقب أنه الشيطان نعرف أنه مقلوق ومحدود مش زي الله نعم ونفس الوقت مثلا لما ربي باركك كان موجود في الجفة عرضوا بنسبع كلام أنه علم أبكارهم ووضح الأبكار اللي كان يفكرون فيها الناس علم ما في قلوب يعني معارك الإنسان لأنه هو كله المعرفة كالله المتجسد لكن ما بنفسهين في الشيطان لأنه هو مخلوق كان ملاء الحكمة مثل ما يقول في الشعياء وفي الشياء أيضا كان يعني رئيس ملائكة وهو نتيجة اختباره تقريبا مع الإنسان فقط 6 ألاس سنة يعني مرات شيء لما بنحكي مع بعض مرات أحكي لك شغلة مثلا أنا وتك ألتقاك كنت تصرف جولة تبتقرأ أذكاري يعني كيف نقرب لأنه أعرف أنت إيش مثلا أنت إيش أحب إيش هل الشغلات هذا من السهين فيه لأنه هو بيعرفه الإنسان بيعرف نيول تبعه وهو بحاضر مثلا عنده الجنود مثلا فيحضره مثلا بيعرفه مع أرواحهم فبيض مع الإنسان بيعرف أذكار وبيعرف شخصيته مثلا فبيستنتج أشياء مرات كأنه هو عم بيقرأ فتو وما عم بيعلم الغيب ما عم بيعلم الأذكار محدودة لكن شنو بيستنتج لأنه ذكي لأنه عنده خبرة كمان في الإنسان لأنه بيعرف تصاربات الإنسان وما يقوله فكأنه بيستنتج مرات وبيبين أنه عم يقرأ الأذكار فتو ومش عم بيقرأها لكن التهجار عم سريعة يعني هذا الشي مرات بيخلط على الأخوة المؤمنين مثلا أنه كيف لعد عرفه كيف يعني استنتاجات مزبوط وربي باركك ورح أبطل تليفون إلا عندك تحليف شكرا يا أخوليم شكرا وربي باركك الأفكار الحلوة اللي أعطينا يا أخوليم كمان رح نضخصها بنعمة الرب في نهاية البرنامج لكن الخطوط مفتوحة عزيز المشاهد أنا حابب أسمع منك هل يقدر الشيطان أن يقرأ أفكارا؟ هل يقدر الشيطان أن يعلم الغيب؟ هل يقدر الشيطان أن يتواجد في كل مكان؟ أنا حابب أسمع منك جواب على هذه الأسئلة اللي عم بترحها عليك عزيز المشاهد اسمعنا من الأخ وليم أنه كثير من المرات في الأنجيل نقرأ أنه الرب يسوع في تجوال وسط الناس وعندما كان يعمل المعجزات والناس بدون ما تتكلم يقول كتاب علم يسوع أفكارهم شعر يسوع بروحي اللي كانوا عم بيقولوه يعني في مرة كان دعي إلى بيت سمعان الفريسي في لوقة سبعة وبعدين إشرت المرأة اللي كانت خاطئة في المدينة من ورائه باكية عند قدميه وبلت قدميه بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها وصارت تسكب التيب على قدميه بعدين سمعان اللي داعي الرب يسوع على البيت بيقول الكتاب قال في نفسه لو كان هذا الرجل نبيا لعلم من هذه المرأة وما هي إنها خاطئة بيقول الكتاب فأجابه يسوع وقال له يا سمعان عندي شيء أقوله لك وبعدين بنكتشف أنه الرب يسوع كان فهمانه وعارف شعر يحكي ليش لأنه المسيح هو الله الظاهر في الجسد وهو وحده الذي يستطيع أن يقرأ الأفكار هو الوحيد الذي يعلم ما في الصدور معي اتصال من الإخت هدى أهلا وسهلا تفضل لي انتع الهوى هلو أهلا شلونك أخي سماعين أهلا وسهلا مبارك برنامجك شكرا يا أخت هدى وجواب لهذا السؤال هو أكيد الشيطان يعرف يقرأ أفكارنا وإلا هو كان سبب الخطيئة آدم وحواء الذي يشبطه من وراه الخطيئة الأولى أوكي عفوا إخت هدى قلت الشيطان بيقدر يقرأ أفكارنا؟ نعم أكيد بيقدر يقرأ أفكارنا أكيد نعم وهو سبب سقوط الإنسان بالخطيئة هو سقوط آدم وحواء أوكي طيب أنا حسألك سؤال إخت هدى نعم طيب الشيطان هو سبب السقوط أوكي متفقين والكتاب بيعلم هيك نعم لما راح لحواء وشو تتذكري شو كان كلامه لإله تتذكري يعني سلام قال إنه إنه لو أنتوا أكلتوا من السفاح إنه صف وتفتح عيونكم وتكونون زي الله إنه تعرفون الخير والشار طيب بس قبل ما يقلن هيك وبعد ذوي ما كانتش تفاح هي كانت شجرة معرفة الخير والشر وما بنعرف تفاح والله بردقان ما بنعرف نعم المهم كانت إلى ثمر معين نعم لكن قبل ما يقلن هيك بيقول الكتاب أول ما راح لحواء من خلال الحية قال لأ أحقا قال الله أحقا قال الله يعني ابتدأ الأمر بالتشكيك وبعدين صحيح وبعدين قال لن لأ لن تموتا كذب الله وبعدين خدعن لما قال لن لأ أنتوا لما حتاكلوا من الشجرة تصيران كالله عالمان الخير والشر مثل ما حضرتك تفضلتي طيب أنا بشكر كتير يا أختي هدى لأجل اتصالك بس بليز تابعي معنا بالبرنامج لنشوف الإجابة على هذا السؤال أنه هل يا تورا يقدر الشيطان أن يعرف يقرأ أفكارنا حضرتك قلتي أنه بيقدر أنا حأخذ اتصال تاني مع الأخ سعد أهلا وسهلا تفضل يعافيك العافية مبارك ويعافيك أيضا حبيبي تفضل أنا يا محبوب أريد أعطيك اسم أنت عيوء الرب الرب باركك حبيبي أنت المؤمن العيوء أنا أحبك كتير تسلم يا أخ سعد وأنا أحبك في المسيح أيضا تسلم يا أخ سعد أمين أمين لك الله المجل أمين نحن هيدا الأخوة اللي بيناتنا هو الرب السوع أمين حبيبي أمين يا أخ سعد يا محبوب الشيطان الشيطان ما بيقدر يعرف شيء مستقبليا إلا كل شيء مضى تقريبا هاكي بنعرف عن كل الصحرة والعرفين والإضافة هذه إنه اللي مرأ الشيء مرئي اللي ممكن يعرفوها بس الشيء لقدام ما بيعرفت بعد اللي بذكر لما بيقول بالرؤية 12 لما بيقول إنه إيجت الحي وقت الأمرى المتربلة بالشمس إلى 12 كوكب كانت ستلد كانت ستلد ولدا كيف عارف إنه ستلد ولدا وإيجا بده يبلع الورق وما قدر لي رجع فتح ورامنا نهر ما ولكن الأرض أعندها وفتحت فاها الأرض وبلعت المي لأن هون منثبت إنه الذي معنا أقوى من الذي علينا بس أنا أقول الشيطان الشيطان نفسه يعني بيعرف الأفكار أخ سعد يعني أنت بتقول الشيطان ما بيعرف المستقبل بس عم تقول بيعرف الأفكار شكرا كتير بيعرف الأفكار إذا الإنسان عم بفكر شو بدي يعمل هلأ ممكن بيعرف بس المستقبل شو بدك تعمل بعدين ما بفكر بيعرف لأنه ما بيعرف إلا المرأ حلو هكي السحرة والعرفين هو سيدهم يعني شا أكيد أنا بشكرا كتيري أخ سعد وليس خليك معنا منشان نكمل البرنامج لنشوف الإجابة على هذا السؤال من كلمة الله حبيبي والربي باركك أخ سعد طيب أنا كمان حابب اسمع منكم عزيزي المشاهدين أنا شايف هلأ في عندي بالمشاهدين في فريق بيقول لا الشيطان ما بيقدر يعرف الأفكار يقرأ الأفكار لكن في فريق عم بيقول أنه لا الشيطان بيقدر يقرأ لم الموضوع لما حنرجع لكلمة الله ونشوف محدودية الشيطان نحن كلنا متفقين أن الشيطان لا يعلم الغيب لكن كمان الليلة عم بنركز على هذا السؤال هل يستطيع أن يقرأ الأفكار لما حنجاوب على هذا السؤال عزيزي المشاهد كثيرون مننا سيسعقون وكثيرون سيرتاحون بنعمة الرب أنا بيستكمل حديثي معك عزيزي المشاهد قبل ما نطلع الفاصل شريرة لاستحضار قوة الشيطان إذا شفنا بالعرافي والتنجيم واستخدام الوسطاء الروحيون وتحضير الأرواح واستشارة الموتة إذا شفنا أنه معرفة الشيطان شو اللي بيعرفه الشيطان ومثل ما شفنا فقط الماضي والحاضر ومثل ما شفنا المرة اللي فاتت بليز ارجع إذا ما شفت الحلقة اللي فاتت بليز ارجع شوفها على اليوتيوب حط أنت تسأل والكتاب يجيب أو اطلع على abnsat.com وشوف عنوان البرنامج you ask and the bible answers بالانجليزي حتطلع الحلقة وحتشوف أن الشيطان لا يعلم المستقبل الشيطان يستطيع أن يخمن وعطينا عدة أسباب ليش الشيطان بيقدر يوصل لاستنتاجات دقيقة بسبب الباع الطويل الذي له مع الإنسانية ستة ناف سنة من الخبرة ذاكرة قوية طويلة طويلة ويستطيع أن يتذكر ويستنتج ويحلل ويخمن فتطلع الاستنتاجات قريبة جدا مثل ما حكى خي وليام مرة كثيرة ما كنا عدين عم نحكي لأنه بسبب معرفة الطويلة لخي وليام بعرف شو اللي بيحب وشو اللي بيكره والطريقة اللي بيفكر فيها فبقدر خمن شو رح يعمل خي وليام طيب لكن حنشوف هلأ أنه في ممارسات شريرة مش بس عند الشيطان أنه يعرف أو ما عرف لكن لحتى كمان يستحضر قوة الشيطان كمان في عندي اتصال من ماهر أهلا وسهلا تفضل سلام ونعمة سلام ونعمة لك أيضا حبيبي يا بقى أخ محيل وعند أول مرة صابر طبعا وأتمنى تكون هاي حقا ببارك للكثيرين آمين يا أخ ماهر وأهلا وسهلا فيك الضيف للبرنامج تفضل أشكرك عندي سؤال تفضل أرجع المسيح المسيح ماذ لما لما آم الله أو أمو أو أمو من كيف وآم سؤال رائع جدا أخ ماهر حاضر عندك شيء تاني شكرا جزيلا والرب عارضكم حاضر أنا مع أن السؤال خارج الموضوع لكن بكل سرور أجيب عنه بعجالة شكرا يا أخ ماهر معي جورجيت على الهواء أهلا وسهلا تفضلي أهلا وسهلا أنت على الهواء سلام ونعمة أخي سماعيل سلام ونعمة لألك أيضا يا أختي الله يحفظك أنا ما شفت الحلقة السابقة بس يعني من تبهو إياك هكذا أخي سماعيل يقول ربي شعية واحد وصعب عارس نعم يقول نول عفو في أخبار الأيام الثانية فإذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم نعم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا شوف خلي خط تحت ورجعوا ورجعوا عن طلقهم الردية فإني أسمع فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم نعم لأن إذا توجهت إلى الرب من كل قلبك وبكل إيمان وسيحة إن الرب معك إذا دعيته يسمع وإذا صرحت إليه يجيب فإن الرب معك ويبرئ أرضك ويخفر خطيتك لكن إذا ترك الإنسان نفسه في أحوان الشيطان وكما أنت قبل قليل إن الشيطان يعرف مشاكل البشر المشاكل أصبحت معروفة فإذا صرح عليهم أي من الحجوز في أذكارهم الردية يتصورون وهم اللي رح يخمنون ويساعدون الشيطان في معرفته لمشاكلهم وحل المشاكل فتأتي من الشخص إذا رمى نفسه في أحوان الشيطان سيخيل إلى أن الشيطان يعرف ويساعد وربما يؤثر على مستقبله لعدم ثقته ولتعزع ثقته بالرب ولم يكن إيمان كاملا أما المؤمن الإيمان والثقة بالرب يسوع فإنه يقول لهم ويكون إنني قبل ما يدعون أنا أجيب وفيما هم يتكلمون بعده أنا أسمع ليس للشيطان صلحان ولا معرفة لا بالغيب ولا بالمستقبل ولكن لزعزع ثقة الإنسان بالرب يسوع الذي هو يعتبر عدو ولا وشكرا إلك ولي برنامجك شكرا كتير كتير يا أخي جورجات لأجل هالمداخل الرائعة واللي هعلق عليها بنعمة الرب قبل ما أطلع الفاصل عزيزي المشاهدين في معي كمان اتصال من لؤي أهلا وسهلا تفضل أهلا لؤي كيفك حبيبي أهلا لؤي شخ بارك أهلا الحمد لله شكرا ويعرف الماضي بس ما يعرف المستقبل يعني اتفق معه حلو بس يكون شيء يعني الشيطان عنده سيطرة على اليماجينيشن يقدر يجيب صورة من الماضي آها حلو يعني كذا نمتلك ذاكرتنا مثل كفايل كابنت يقدر يطلع واحد من هاي الفايلات يفتحها قدامنا حلو فمن هاي الشيء تصير التجربة يعني يندخل السيطرة الله كنت سبحته يسوي هالشيء بس ما عنده سيطرة على الإرادة مالتنا وإذا كنت تتكلم عن يهود لما يقول كتاب مقدس إنه يهود تاخذ بي شيطان هذا نوع من الانتلاك أو يسموه بالإنجليز الـ Possession يشوف اليوم موجود وأكون ردر بالكنيسة يعني بإخراج هذه نعم نعم فهذا هذا ما أريد طيب أنا بشكة كثير يا لوي بس عندي سؤال إليك كمان هل بيقدر يقرأ فكري هلأ ما أدخل يقرأ ما يقدر بس يقدر يستنتج مثل ما قال شخص ما قبل من الماضي يعرف من الإكسبرينيس ما ته حلو يقدر يعرف هذا الشيء ويستنتج أشياء بس ما عنده المعرفة لذي قراءة الغيب أو المستقبل مثل الله يعرفه شكراً كتير يا لوي الرب يباركك سلم كتير على العيني وعلى أحبها بالشغل طيب عزيزي المشاهدين ابقوا معي بعد الفاصل رح أرجع لكي نجيب على هذا السؤال هل يقدر الشيطان أن يقرأ أفكارنا أفرحنا بيك طول الطريق طول من تالين يا أوفة صديق ومهما طال بين المشوار هنغني لشخصك وإن أعليك أفرحنا بيك طول الطريق طول من تالين يا أوفة صديق ومهما طال بين المشوار هنغني لشخصك وإن أعليك تسبيحك حكي على ويعلى الفوق الحان الحمد هاتم للكون ترنيم الشكر معاك هيدوم ملكك لحياتنا أكيد مضمون تسبيحك حكي حكي على ويعلى الفوق الحان الحمد هاتم للكون ترنيم الشكر معاك هيدوم ملكك لحياتنا أكيد مضمون موسيقى 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 نرفع ونقدم لك اناشيت دا حياتنا معاك أم جات بالدوم ضمن هنحقق فيك مواعيد وهتفنا ليك يا علب تمجيت نرفع ونقدم ليك أنا شيت دا حياتنا معاك أم جات بالدوم ضمن هنحقق فيك مواعيد تسبيحك يا علب وعلى الفوق الحان الحمد هاتم للكون ترنيم الشكر معاك هيدوم ملكك لحياتنا أكيد مضمون تسبيحك يا علب وعلى الفوق الحان الحمد هاتم للكون ترنيم الشكر معاك هيدوم ملكك لحياتنا أكيد مضمون تسبيحك يا علب وعلى الفوق الحان الحمد هاتم للكون ترنيم الشكر معاك هيدوم ملكك لحياتنا أكيد مضمون موسيقى 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 مرة تانية برحب فيكم عزيزي المشاهدين في برنامجكم أنت تسأل والكتاب يجيب موضوعي لهالليلي الإنسان بين علم الغيب والإيمان عمالي بنطرح هذا السؤال هل يعرف الشيطان هل يقدر أن يقرأ أفكارنا شفنا في الحلقة السابقة وفي بداية الحلقة عزيزي المشاهدين أن الشيطان استغل الشغف والشوق الموجود عند الإنسان لمعرفة الغيب لمعرفة المستقبل لكي يبعده عن الله من ناحية ويستقطبه إلى نفسه من ناحية ثانية ورح نشوف أنه خدعه خداعا كبيرا عندما أوهم الإنسان أن للشيطان قدرة على معرفة الغيب قدرة على قراءة الأفكار قدرة على التواجب في كل مكان حنشوف بنعمة رب من كلمة الله أنه هالكلام لا يمت للواقع بالصلة أنا بشكر كل الأحبة اللي اتصلوا وفي عندي تقريبا في انقسموا اللي اتصلوا أنه في ناس قالوا أنه الشيطان يقدر أن يقرأ الأفكار بينما في المتصرين قالوا أنه الشيطان لا يقدر أن يقرأ الأفكار الكل اتفقنا بنعمة الرب أنه الشيطان لا يستطيع أو لا يعلم الغيب وفي الحلقة السابقة أعطيت أكبر مثال أن الشيطان لا يعلم الغيب عزيزي المشاهدين عندما صلب المسيح تقول لك إسماعيل ما الشيطان كان شغل الشغل يصب المسيح نعم لكن لو كان الشيطان عارف البركات الأبدية والنعم الغنية اللي حتنهمر من الصليب ومن موت الصليب وقيامة المسيح إلى ملايين البشر على مر العصور لما كان الشيطان ليصلب المسيح كورانثس الأولى 2-8 لو عرفوا لما صلبوا رب المجد ولما بيقول لو عرفوا مش عم بيحكي عن ناس عم بيحكي عن عظماء هذا الدهر من هم عظماء هذا الدهر إلا إبليس والسلاطين والرياسات والقوات الروحية في السماويات لو عرف الشيطان وأتباعه أن صلب المسيح الذي كان في قلب الله منذ الأزل سوف يكون بركة للناس جميعاً لما صلبوا رب المجد لكن الصليب أثبت غباء الشيطان والصليب أثبت حكمة الله اللامتناهية بصورة رائعة بديعة لم نشهدها من قبل لكن سؤالي عم برجع بعيد مرة تانية ورح جاوب علي بنعمة الرب وأعطي الدليل والبرهان على إجابتي من كلمة الله هل يقدر الشيطان أن يقرأ فكرك عزيز المشاهد أنا حابب أسمع منك وأنا عم بستكمل موضوع كتير مهم عن السحر في الطرح اللي طرحته في الدقائق القليلة عزيز المشاهدين قبل هالفواصل أنه إذا كانت العرافة مرتبطة بمعرفة الشيطان لبعض الأمور خاصة فقط من الماضي والحاضر هو لا يعلم المستقبل هو يستطيع فقط أن يستنتج المستقبل لكن هناك ممارسات أخرى مرتبطة بقوته الشيطان عنده معرفة والشيطان عنده قوة فالشيطان عنده معرفة غير كاملة وقوة أيضا غير كاملة من هذه الممارسات السحر ماجيك الكتاب عزيز المشاهدين المقدس يقرر وجود السحر ومنذ البداية لما ذهب موسى إلى فرعون يقول له أطلق شعبي ليعبدوني في البرية موسى والعجائب التي صنعها أمام فرعون أيضا عرفوا مصر فعلوا كذلك بسحرهم وحنشوف أنه حتى السحر فيه له حدود يعني ما بيقدر يعمل كل شيء ينيس وينبريس اللي مسكور أسمائهم بالعهد الجديد أحزائي المشاهدين اللي تشوفوا ترابط الكتاب المقدس مع بعضه يعني العهد القديم بسف الخروج لا يذكر لنا أسماء بعض هؤلاء السحر لكن بالعهد الجديد بيتمثاوس الثاني واحد يذكر لنا اسم كبار السحرين والعرفين في أرض مصر اسمهم ينيس وينبريس استطاع أن السحرة عرفوا فرعون استطاعوا أن يحولوا العصي إلى ثعابين كما فعل موسى واستطاعوا أن يحولوا الماء إلى دم واستطاعوا أن يصعدوا الضفادع لكن اسمه عزيز المشاهد الشيطان بيعرف يدمر لكن ما بيعرف يعمر نعم استطاعوا أن يحولوا العصي إلى ثعابين لكن العصى موسى اللي صارت ثعبان ابتلعتهم جميعا حولوا الماء إلى الدم موسى رجح حول الدم إلى ماء هم لم يقدروا حتى اللي تشوف أنه حتى بالسحر في حدود وما بيقدروا يتخطوها نعم استطاعوا أن يصعدوا الضفادع لكنهم لم يستطيعوا أن يخرجوها كما فعل موسى لكن شوف الرابعة موسى استطاع أن يصير تراب الأرض إلى بعود هذا خلق فقط الله يفعل هذا لم يستطيع بتعرف شو قاله؟ قالوا له لفرعون نحن لا نقدر هذا إصبع الله يعني حتى الشيطان بسحره وبسحاره لا يستطيع أن يفعل كل شيء هذا لطمأنينة قلوبنا عزائي المشاهدين لكن أقول كما قال خادم الرب الأخي يوسف الرياض السحر هو عكس الصلاة فالصلاة هي الاتصال بالله للاستعانة به وبقوته بينما السحر هو الاتصال بالشيطان لاستجلاب قوته الشريرة أمر مرعب أمر مرعب يا عزيزي المشاهد يا من تستعمل السحر يا من تقوم بأعمال سحرية أو يا من تذهب إلى ناس سحرة حذار أنت تلعب بالنار الساحر لكي يصبح ساحرا عليه أولا أن يبيع نفسه للشيطان حتى يمده بهذه القوة الخارقة وإلا فكيف نفسر ما كان يقوم به سيمون الذي كان يستخدم السحر في مدينة السامرة كان يدهي الجميع الساكنين في السامرة كانوا يظنون بأنه قوة الله العظيمة كان يعمل قوات عجيبة وكيف عرف بطرس حقيقته بأنه لم يتب كثيرا منتهت حياة السحر السحرة نهاية مأساوية إنه نهاية الراهب الروسي الذي قيل عنه The Mad Monk راسبوتين أطلع على راسبوتين وشوف القصة المأساوية لهذا الراهب الروسي الذي كان من أحد أشهر السحرة في القرن المعاصر في التاريخ المعاصر في أواخر حكم القياصرة في روسيا تعطينا صورة لذلك له كم من مرات انقلب السحر على ساحره اعتاد الناس أن يقسموا السحر إلى نوعين White Magic وبلاك Magic السحر الأبيض والسحر الأسود يقولون لك السحر الأبيض هو قوة خارقة وظواهر خارقة وقوة فائقة وأعمال عجيبة مصحوبة لا تكون مصحوبة بأذى معين لكن فقط عمليات شفاء وعلاج وأمراض ومعرفة من فعل جريمة معينة أو غرض معين ضاع أو هالأمور ها كلها ولكن الثمن المدفوع هو فادح جدا عزيز المشاهد شفاء مؤقت هنا لكن شقاء أبدي في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت اسمع ماذا يقول الكتاب يقول كتاب خارج أسوار أورشاليم يقول هناك خارجا الكلاب والسحرة والزنات والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يحبه ويصنع كذبا لكن السحر الأسود The Black Magic فهو المصحوب بضرر يقع على الغير فالسحر قد يطلب خصلة من شعر الشخص الذي يريدون أن يؤذوه أو أظافر أو قطعة ملابس معينة وباستخدام تقوص سحرية بقوة الشيطان وبالاتصال بالشيطان لاستحضار قوته الشريرة تتعذب الضحية الضحية عذابا شديدا وقد يصاب بأمراض خطيرة أو يقع الأذى على بيته أو على أولاده أو ممتلكاته أو أعماله وإلى ما هنالك إن أردأ أنواع السحر هو المتستر بستار الدين هناك الويت ماجيك والبلاك ماجيك لكن هناك السحر تحت اسم الدين المرتبط به والذي يستخدم فيه جميع أنواع التعويذ والآيات والشعوذات مكروه جدا السحر مكروه جدا عند الله قال الله لشعبه قديما خروج 22-18 لا تدع ساحرة تعيش يا عزائي ما بعرف ليش في العنصر النسائي هو الأكثر في هذه المجالات دائما عم نشوف أنه في جاريات بهن روعي رافة أو ساحرات ما بعرف ليش العنصر النسائي دائما الغالب في هذه الأمور الشيطانية صلاة أن نتحذر أعزائي المشاهدين لقد مرت فترة في أمريكا حيث بيع أكثر من مليون طاولة سحر يمارس عليها السحر في فترة وجيزة جدا لا تتعدى الأشهر بضعة أشهر جاء في دائرة المعارف الأمريكية أنه أكثر من نصف سكان العالم اليوم يعتقدون أن السحر ممكن أن يؤثر على حياته لكن دعني أن أقرر هذه الحقائق الثلاث قبل ما أجيب على السؤال هل يقدر الشيطان أن يقرأ أفكارنا الخطوط متزال مفتوحة وأنا حابب أسمع منك عزيز المشاهد أولاً أريد أن أؤكد أن السحر لا يبطل بالسحر يعني عملت عمل عملت سحر معين لشخص معين والشخص هذا نعرف أنه في عمل معين معمول في سحر معين معمول ما بيقدر يعمل سحر مضاد لإله الشيطان يفسد ويدمر لكنه ليس بمقدوره أن يرجع الحال إلى ما كان عليه مثل ما شفت أنه عرفوا مصر قدروا يحاولوا الماء إلى خمر بس ما قدروا يرجعوها باك إلى ماء قدروا يصعدوا الضفاضع لكن ما قدروا يخرجوها السحر له قدرة محدودة الأمر الثاني له قدرة محدودة الشيطان ليش؟ لأن الشيطان نفسه مخلوق وبالتالي فهو محدود وله قدرة محدودة يعني ما له قدرة على الخلق موسى أدر من التراب أنه يحولوا إلى بعوض بقدرة الله أما عرفوا مصر ما أدروا قالوا إصبع الله هذا إصبع الله قد يقوم السحرة ببعض الخدمات للبشر يشوفوا ناس أو يعرفوا مرتكب جريمة أو يجدوا غرضا ضائعا أو إنسانا ضائعا لكن الثمن المدفوع فادح جدا مثل ما شفت عزيزي المشاهد للذين يمارسون هذه الأمور والذين يتكلون عليها السحر يجري فقط على الذين لم يحتموا بدم المسيح وهنا نجيب الذين احتموا بدم المسيح الذين آمنوا إيمانا قلبيا بالرب يسوع المسيح لا السحر ولا السحرة ولا سحر ولا الأرواح الشريرة ولا شرهم بيقدر ولا حتى رئيسه من الأعلى الشيطان نفسه بيقدر أن يلحق الأذى بأصغر مؤمن بل قل بأضعف مؤمن قال الرسول يحنى يحنى الأولى 5-18 أن المولود من الله لا يمسه الشرير والمولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه قال الرسول بطرس أنتم الذين بقوة الله محروسون فبقى السؤال اللي سئلت فيه لماذا يسمح الله عزيزي المشاهدين أنه شخص معين عمل له عمل وسحر معين وتأذى بهذا السحر لماذا يسمح الله مثل ما بيسمح الله عزيزي المشاهدين أنه واحد يرتكب النجاسة والشرور وآخيرا يصاب بالأيدز يعني الفكرة وين عزيزي المشاهدين علينا أن نحتمي بدم المسيح الاحتماء بدم المسيح تخفر خطايانا ننجو من قبضة إبليس لا تكون هناك عرافة أو عيافة على الذين هم في الرب يسوع المسيح حاول قديما بل عام النبي الشرير حاول أن يلعن شعب الله قال كيف ألعن من لم يلعنه الله قد أمرت أن أبارك فلا أستطيع أن أرده ليس عيافة على إسرائيل ولا عرافة على يعقوب عزيزي المشاهدين يسمح الله بحدوث هذه الأمور لأن هذا الشخص الذي أصيب بهذا العمل هو لم يحتمي بدم المسيح صلاتنا لكل شخص سواء يستخدم هذه الأمور أو وقع تحت هذه الأمور أو يمارس هذه الأمور تب أن تتلعب بالنار ارجع إلى المسيح أنه يستطيع أن يطهرك يستطيع أن يخفر خطيئك لا يوجد خطيئة مهما كبرت لا يستطيع دم المسيح أن لا يطهرها لكن دم المسيح ابن الله يطهرنا من كل خطيئة فقط تب وارجع إلى الرب يسوع وهو يستطيع أن يخفر خطيئك ويطهرك من أثامك آتي إلى السؤال الذي حطيته سؤال للحلقة هل يقدر الشيطان أن يقرأ أفكار الناس؟ عزيزي المشاهد الإجابة على هذا السؤال الذي أجابه نعم يقدر الشيطان أن يقرأ أفكارنا الجواب كان غلط بينما الذين قالوا أن الشيطان لا يقدر أن يقرأ أفكارنا الإجابة صح هعطي الدليل عزيزي المشاهدين دعونا نؤكد مرة أخرى أن الشيطان محدود هو مخلوق فبالتالي هو محدود والشيطان الله أعطاه صلاحيات معينة لا يستطيع تخطيها قراءة الأفكار معرفة ما في القلوب معرفة الأمور التي نفكر بها وهي في عقولنا وفي مخيلاتنا أعزائي المشاهدين فقط الإنسان نفسه يدري بها والله نفسه فقط الله فقط المسيح لما كان هنا على الأرض هو لأنه الله كان يقرأ أفكار الناس كان يشعر بروحهم ماذا يقولون في نفوسهم وفي قلوبهم دون أن يتكلموا مش المسيح كان يستنتج لا كان يقرأ بيقول للكتاب أنه قالوا في قلوبهم من هذا الذي يتكلم بتجديف من لا أحد يستطيع أن يخفر خطايا إلا الله وحدهم أجابهم يسوع أجابهم يسوع يعني المسيح ما كانش بيستنتش كان يقرأ الأفكار لكن دليلي عزيز المشاهد هناك أدلة كثيرة في كلمة الله لكن دليل واحد أكتفي به سفر دانيال إصحاح 2 ولأجل الوقت دانيال مع رفاقه الثلاثة حنانية ومشائيل وعزاريا معروفين بشدرخ ميشخ وعبد نغو أخذوا سبيا إلى مدينة إلى بابل وهناك صاروا في القصر الملكي يعملون وحسبوا من حكماء بابل وبعدين الملك نبو خد نصر حلم حلما فأزعج روحه وطار نومه وبعدين أمر أنه كل الحكماء وكل المجوس وكل العرفين والكلدانيين أن يأتوا إليه وبعدين قال لهم للقصة أنه أنا حلمت حلم وأزعجني قالوا له تفضل يا سيادة الملك قلنا الحلم قل لنا الحلم حتى نفسر لك ياه قالوا أن أمر غريب قالوا له أخبر عبيدك بالحلم فنبين تعبيرهم أجاب الملك وقال للكلدانيين قد خرج مني القول اسمع أمر غريب عجيب ما صارش قبله إن لم تنبئوني بالحلم وتعبيره تصيرون إربا إربا وتجعل بيوتكم مزبلة يعني بس ما سمعناها شاب للمرة إنه لا قلنا حضرة الملك شو الحلم تابعك لنفسر لك ياه قالوا لا لا قالوا أنا بعرفكم قالوا ياه بعدين قالوا أنتو أنا بقولكم الحلم بتقولوا لي أي كلام بتكسبوا علي أي تكذيب لا أنا بدي إياكم مشان أعرف تعبير الحلم إذا مظبوط ولا لا بتقولوا لي الحلم وبتقولوا لي تعبيره أجاب الملك قال أني أعلم يقينا أنكم تكتسبونا وقتا إذ رأيتم أن القول قد خرج مني إن لم تنبئوني بالحلم فقضاؤكم واحد لأنكم قد اتفقتم على كلام كذب وفاسد لتتكلموا به قدامي يعني أنا بلكن الحلم وأنتم بتكونوا بتفئين مع بعض وبتقولوا لي هذا تفسير الحلم مشان تكسبوا عليه فأخبروني بالحلم فأعلم أنكم تبينون لي تعبيره اسمع ماذا كان جواب الحكماء حكماء بابل في ذلك الوقت أجاب الكلدانيون وقدام الملك وقالوا ليس على الأرض اسمع عزيز المشاهد هذه الكلمات التي تفيد أن الشيطان لا يقدر أن يقرأ الأفكار أجاب الكلدانيون قدام الملك وقالوا ليس على الأرض إنسان يستطيع أن يبين أمر الملك لذلك ليس ملك عظيم منذ سلطان سأل أمرا مثل هذا من مجوسي أو ساحر أو كلداني والأمر الذي يطلبه الملك عسير وليس آخر يبينه قدام الملك غير الآلهة الذين ليست سكناهم مع البشر هؤلاء الذين لهم اتصال بالأرواح الشريرة هؤلاء العرفون هؤلاء المجوس هؤلاء الكلدانيون الذين كانوا في قصر الملك والسحرة الذين كان لهم اتصال مباشر عجزوا عن أن يعرفوا حلم الملك ونحن نعلم يا عزيز المشاهدين أن الأحلام هي أفكار هي أفكار في السبكونشنس في اللاوعي وبعدين لما الحلم حلمه نبو خد نصر ظل بباله موجود في مخه موجود في مخيلاته فلو استطاع الشيطان أن يقرأ الأفكار لكان قرأ أفكار الملك نبو خد نصر ووصلها للسحرة والعرفين قالوا له الحلم وقال له التعبير لكن وصل الأمر لدنيال وابتدأ بالفعل الملك بالإبادة فدخل دنيال وطلب وجه الملك وقال له اعطيني وقت فأبين لك التعبير حينئذ مضى دنيال إلى بيته وأعلم رفاقه حنانيا ومشائيل وعزاريا أصحابه بالأمر اسمع ليطلبوا المراحم من قبل إله السماوات من جهة هذا السر لكي لا يهلك دنيال وأصحابه مع سائر حكماء بابل حينئذ كشف لدنيال السر في رؤية الليل فبارك دنيال إله السماوات وقال يكن اسم الله مباركا إلى الأزل والأبد لأن له الحكمة والجبروت وهو اللي يكشف العمائق والأسرار يعلم ما هو في الظلمة وعنده يسكن النور وبعدين قال له بشكرك أنك أعطيتني الحكمة والقوة وأعلمني الآن ما طلبناه منك لأنك أعلمتنا أمر الملك كلام يا حبائي لا يقبل أي تأويل فقط الله يستطيع أن يقرأ الأفكار الشيطان لا يقدر أن يقرأ الأفكار لكن أقول معنا الشيطان لا يقدر أن يقرأ الأفكار لكن مثل ما حكى خي ويليام مثل ما قالنا أنه بالفعل لطول الزمان ومعرفة الشيطان بيعرف صار شخصيتك بيعرف اللي بتحبه واللي بتكرهه طريقة اللي بتفكر فيها لأنه طريقة تفكيرك لأنك أنت ما تفكر افهمني من ليه عزيز المشاهد لأنك أنت ما تفكر فبقى الأفعال اللي بتفعلها هي نتيجة أفكار فكرت بها القرارات اللي بتتخذها هي نتيجة الأفكار التي فكرت بها فبالتالي صار عنده يعني كتب عاملك فايل وعاي عنده ملف خاص فيك وبيعرف بالضبط أنت كيف بتفكر بيقدر يستنتج شو عم بتفكر بيقدر يستنتج شو رح تعمل لكن أبدا لا يقدر أن يقرأ أفكارك لكن أحب أن أضيف مع أنه الشيطان لا يستطيع أن يقرأ أفكارنا أعزائي المشاهدين لكنه يهاجمنا في أفكارنا مثل ما لأي اتصل فينا وقال أنه بالفعل أنه الشيطان يعني بيقدر يسترجع من الزاكرة مش من زاكرتنا نحن لأنه ليس له سلطان على زاكرتنا لكن يسترجع من زاكرته هو أمور حدثت معنا في الماضي ويرسلها إلينا يرسلها إلينا عن طريق الأفكار يعني الشيطان لا يقدر أن يقرأ الأفكار لكنه يرسل أفكار إلينا حابب أعلق شوية عزائي المشاهدين قرأت اليوم على الإنترنت يعني اختلف العلماء الاجتماع وعلماء النفسيون بعدد الأفكار التي تأتي إلى مخ الإنسان إلى عقل الإنسان في اليوم الواحد هناك من قالوا عشر تلاف فكرة بتجي على عقل الإنسان وهناك من قالوا سبعين ألف فكرة أنا حكتفي بعشر تلاف تصور في اليوم الواحد عزيز المشاهد جايك stream of thoughts هذا الكم المهول من الأفكار من الأفكار يلي بتشوفه على شاشات تلفزيون يلي بتشوفه على البيلبورد يلي بتشوفه أنت وسائق يلي بتشوفه أنت عم تقرأ يلي بتشوفه بالشغلك يلي بتسمعه يا عزيز المشاهدين آلاف آلاف الأفكار اللي جاي وهي الأفكار كلها نظيفة وهي الأفكار كلها صحيحة ما كلها تقريبا من الشيطان سلطان رئيس الهواء فالشيطان يحاربنا بأفكارنا عزيز المشاهدين هو يرسل الفكرة إلى هنا هو يسترجع من ذاكرته ويضع أمامنا الأفكار لكي نسقط في التجربة وهذا ما يحدث والمثل الصيني عزيز المشاهد بيقول أنت لا تستطيع أن تمنع الطير من أن يطير فوق رأسك لكنك تستطيع أن تمنعه من أن يعشش في رأسك حلو هالمثل نحن لا نستطيع أن نمنع الكم المهول من الأفكار التي يرسلها إلينا الشيطان التي يستخرجها من ذاكرته ويرسلها إلى أفكارنا لكننا بنعمة الله وكما يقول الرسول في كورنثل ستاني الأصحاح العاشر هذه الكلمات الرائعة أن مصارعتنا عزيز المشاهدين الباتل جراون هنا في عقولنا يقول الرسول في كورنثل ستاني عشر لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لكننا لسنا حسب الجسد نحارب يعني محاربتنا ليست جسدية لكنها روحية إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة قادرة بالله على هدم حصون هذه الحصون هنا هادمين ظنونا حصون من الظنون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح صلاة عزيز المشاهد أن يكون الإجابة شافية وكافية أن الشيطان لا يقدر أن يعرف أفكارنا لكنه يستخرج من ذاكرته ويرسل علينا أفكار جهنمية من عنده لكي يحاول أن يقان في التجربة يهمنا بأنه يعرف أفكارنا لكنه لا يعرف هو فقط شاطر في الاستنتاج عزيز المشاهد أنا سأطلع على الفاصل وسوف أرجع بعد هذا الفاصل لكي أستكمل معك هذه الحلقة من برنامجك أنت تسأل والكتاب يجيب فابق معنا للبركة جوانة فوق أكتر تدينا وأمر بالبركة في أيامنا أرجع بما رحمك وحيينا أشراقت ووشاك نستنى ونتوب وتعالج أراضينا عايش زينك تيجي بسلطانة تؤمر لحياتنا بحرية نثبت في الحق يحررنا من كل خاطية وعودية من كذب وباطل نقينا وبروح الحق يتنورنا أرسل كلماتك أرسل كلماتك كشفينا وبروحك عايش في إينا تسكن في القلب وتمينا من غير ولا ركني كلنا أملك في القلب وعلمنا ندي لك راحتك في جينا نور أذهلنا وفهمنا وتعامل مع مطيمنا وأمر بالبركة في أيامنا ارجع بما رحمك وحيينا أشراقت ووشاك نستنى ونتوب وتعالج أراضينا نكرز بكلامك بجسار نزرع والمشد يكون نسمك وبقوة روحك بحرار نحصد ونفو واستعرف شخصك نكرز بكلامك بجسار نزرع والمشد يكون لسمك وبقوة روحك بحرار نحصد ونفوز تعرف شخصك أوينا فنعمل أعمال تدينا كمان عظم منها وحياتنا توافل أفكارك وإيماننا يزيد وتتممها وأمر بالبركة في أيامنا ارجع بما رحمك وحيينا أشراقت وجهك نستنى ونتوب وتعالج أراضينا وأمر بالبركة في أيامنا ارجع بما رحمك وحيينا أشراقت وجهك نستنى ونتوب وتعالج أراضينا وأنتوب وتعالج أراضينا برحب فيكم مرة تانية عزيزي المشاهدين في الفاصل الأخير أو في الفقرة الأخيرة من برنامجكم أنت تسأل والكتاب يجيب وعن نناقش موضوع الغيبيات وحدود صلاحيات الشيطان وحدود معرفة المستقبل حدود هل يستطيع أن يقرأ الأفكار وأجبنا على السؤال سؤال حلقة هل يقدر الشيطان أن يقرأ أفكارنا وأعطينا بالدليل والبرهان أن الشيطان لا يقدر عزيزي المشاهد الشيطان لا يقدر أن يقرأ أفكارك لكن هناك مرحلة خطيرة يعني من الأحبة التي اتصلوا مثلا من إخ جرجات قالت أنه الإنسان الذي يلقي نفسه في أحضان الشيطان يخيل له أن الشيطان يعرف كل شيء وبالتالي يخيل له أنه مصيره في يد الشيطان هذه مرحلة متقدمة جدا من سيطرة الشيطان على هذا الإنسان والمرحلة النهائية هو ما حدث مع يهود الإسخريوتي عندما دخله الشيطان أول شيء الشيطان ألقى في قلبه أعطاه فكرة معينة الفكرة هذه راجت له تأمل بها يعني نام عليها تغذى عليها صارت هي كل كيانه أن يسلم المسيح بعدين ألقى نفسه في أحضان الشيطان فدخله الشيطان وامتلكه امتلاكا كاملا وهو يؤدي هذه العملة وهناك الامتلاك البوزيشن يلي حكى عنه الأخلؤي عندما يكون هناك سيطرة كاملة على هذا الشخص لا يستطيع أن يفكر لا يستطيع أن يأخذ قراراته بنفسه فيصبح هذا الجسد هو الفسل هو الوسيلة التي بها يتحرك الروح الشرير وبالتالي يقوم بأعمال مدمرة نتذكر كيف كان الرجل الذي به اللاجئون أكثر من سبتلاف روح شرير روح ناجس كيف كان يجرح نفسه كيف كان يصيح يصرق عاريا في المقابر بيته وكان يجرح نفسه ولو بقي على هذا الحال لكان قتل نفسه بنفسه وهذا ما يريد أن يفعله الشيطان السارق لا يأتي إلا ليصرق ويذبح ويهلك لكن الرب يسوع أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل إذا في عندك بعض اتصال عزيزي المشاهد بتحب تتصل معي عندك سؤال بهذا الخصوص بعد عندي وقت وأنا مستعد أخذ اتصالك حاول أجيب عن سؤال مهم جدا هل هناك أذى أو عرافة أو سحر أو عمل يجري على المؤمنين الذين احتموا بدم المسيح المؤمنين الحقيقيين هل يجري عليهم هذه الأعمال وإن كانت لا تجري عليهم فعلى من يترى تجري هناك قصة شهيرة في سفر العدد العهد القديم سحر 23 عن بلعام العراف النبي الكذاب الذي عندما استدعاه بالاق ملك مؤاب لكي يلعن له الشعب شعب الله قديما لم يقدر عجزا وقف عاجزا لا يستطيع أن يلحق أذى بشعب الله لا من قريب ولا من بعيد مع أنه هذا العراف كان له القدرة كان مشهور معروف أنه يستطيع أن يلحق الأذى لكن قدرة العرافين والسحر والمجوس وقدرة الذين يستعملون السحر عزيز المشاهد لا تسري على الشعب الذين الرب هو إلههم بيأخذ اتصال من الأخ سعد الأخ حسن أهلا وسهلا مساء الخير أخ اسمعي مساء النور حبيبي الله يخليك فأنا درس عندي السؤال كيف نحن البشر بس ما نخلي الشيطان يجي لينا كيف أنه ما ينتخلي الشيطان يتعدى نحن يسيرنا شكرا لك اسمعي شكرا حبيبي حسن لأجل سؤالك المهم جدا خي حسن سأل السؤال بطريقتين كيف بنخلي الشيطان ما يجي علينا يتعدى علينا وبعدين سأله قال كيف الشيطان ما بنخليه يسيرنا أنا حابب أكد لك حبيبي حسن الشيطان لا يستطيع أن يسير أحدا لا يستطيع أن يسير أحدا إلا الذين امتلكهم امتلاكا كاملا عندما دخل فيهم لكي يمتلكهم يعني مثلا مثل الشخص اللي كنت عم بيحكي عنه اللاجئون وعندما يمتلكهم خلص بيصير مسلوب الإرادة بيصير هذا الشخص في يد الشيطان كلعبة يفعل به ما يشاء لكن هذا الشخص لأنه لم يؤمن بالمسيح لكن المسيح فقط استطاع أن يأتي وأن يحرره من قبضة الشيطان وهذا الشخص عندما آمن بالمسيح أعطى طبيعة جديدة وبعدين بعد ما تمجد المسيح سكن فيه بالروح القدس فلا يمكن أن يستعبد هذا الشخص مرة أخرى للشيطان لكن هل الشيطان يستطيع أن يسيرنا؟ كلا حتى الأشرار اللي بعيدين عنه بعيدين عن الله لا يستطيع أن يسيرهم لكن الشيطان بيقدر أنه يجرهم ويستعبدهم بخطايا يستعبدهم في الأمور يلي بيحليلهم إياها وبيخليهم هني بملء إرادتهم يفعلوها وإلا لو الإنسان بيكون مسلوب الإرادة فليس له حساب أمام الله فبقى الإنسان يفعل الشر بإرادته بكامل قواه العقلية لكن للأسف بيكون مغوى من الشيطان ومخدوع من الشيطان الشيطان بيحط الطعم بره وكلما الإنسان بيتمادى في الشر وفي الخطيئة كلما بيكون في قبضة الشيطان يلي بده يأكله ويذبحه ويهلكه أما بالنسبة لنا نحن المؤمنين حبيبي حسن أنا حابب أكد لك أول شيء أنه نحن صار فينا طبيعة جديدة والكتاب المقدس بيقول المولود من الله لا يمسه الشرير المولود من الله هو الطبيعة الجديدة اللي صارت فينا حبيبي حسن فبقى الطبيعة الجديدة صارت لا يستطيع الشرير أن يمسها واحد رقم اثنين صار فينا الروح القدس الروح القدس يسكن فينا ومش ممكن إنسان يسكن في روح القدس أن يأتي الشيطان لكي يحاول أن يسكن فيه أو لكي يأتي ويحاول أن يسيره موضوع منفي تماما غير قابل للمناقش لكن وإن كان الشيطان لا يستطيع أن يسيرنا أو يدخل فينا كمؤمنين لكنه للأسف يستطيع أن يؤثر علينا كيف؟ الشيطان عزائي المشاهدين مش هو الحيوان الكريه هيك شكله مخلوق كريه وعنده قرون وحامل يعني شوكي بإيده وعنده ذيل ولونه أحمر هذا مش الشيطان هذا اللي الشيطان بيحبك أنك تفكر أنه هذا هو بينما الشيطان عزائي المشاهدين هو الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية وأين يعمل؟ أين هي دائرة الموقعة والحرب تابعه؟ أين هي أرض المعركة عزيز المشاهد؟ خي حسن أرض المعركة هنا في أفكارنا مثل آيات اللي إرينها بكورنثس الثانية عشرة بيقول أنه لسنا حسب الجسد نحارب أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكل علوين يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح حبيبي حسن عزيز المشاهد والكلام لأليه المعركة روحية بيننا وبين إبليس وأجناد الشر الروحية المعركة موضوع سيطرة الشيطان بده يسيطر على نوع الأفكار اللي عم فكر فيها وعندما ينجح الشيطان بأن يبث سمومه والأفكار يعطيها إلي وأنا يعني I dwell on it أفكر بهذه الأفكار الشريرة التي أعطاني إياها الشيطان فأنا سأتأثر بالشيطان وسأقوم بالقرارات الخاطئة التي تهين الله وتفرح الشيطان قال الرسول يعقوب في يعقوب 4-7 اخضعوا لله قاوموا إبليس فيهرب منكم الحل الوحيد كان عندنا اجتماع اليوم وكننا عم نقول فيه الحل الوحيد لكي نقاوم الشيطان بالخضوع لله هو أن تسكن فينا كلمة بغنى عندما أتى الشيطان لكي يجرب المسيح قاومه المسيح وغلبه بالمكتوب وأيضا بالصلاة فعندما نكون كلمة الله فينا ومصلين وعلى ركبنا ساهرين نستطيع بنعمة الله أن نقاوم الشيطان فيهرب مننا معي اتصال من فيكتوريا أهلا وسهلا تفضلي أهلا وسهلا يا أخد فيكي شو أخبارك أهلا نشكر رب الكل بسلم عليك ومفضوطين احنا بالبرنامج سبعة كتير حلو والرب يبارتك وخلي لك مرتك وولادك يا رب شكرا يا أخد فيكي وبليس سلمي على الجميع ونحنا بنحبكم كتير في الرب يسوع تفضلي سلم أنا حبيت هالحلقة كتير حلوة هالحلقة وكتير يعني مسيرة لأنه فيها أخبار كتير يعني بتأثر على الإنسان نفسيته وحياته نعم وإذا نحنا إذا بتحب أحكي لك إشي كمان من تثنية 18 نعم لأن تثنية 18 لحتى أشوف تثنية 18 12 نعم لأن كل لا أصري حباش ولا من يركي رقية بقول إنه لا لا أصري من عشرة لا يوجد فيك من يخبر من يجيز ابنته أو ابنه في النار نعم ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحب ولا من يركي رقى ولا من يسأل جانا أو تابعة ولا من يستشير الموتى نعم لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب نعم وبسبب هذه الأرجال الرب إلهك طاردهم من أمامك نعم الرب بيكره الإنسان اللي بيتعامل مع الشيطان يعني حتى في أشياء صغيرة أخ اسماعيل دي فتح الفنجان مظبوط يعني بفكروها مظهرة هني يعني ومزح الناس بقولوا يلا نتعامل هيك مع بعض وإشي فني يعني بس هذا مسعافين إنه هني عبيلعبوا بالنار مظبوط هالكلام والشيطان هو يعني بيجذبهم بطريقة غير يعني مباشرة وبتضحك عليهم من طريقة هدا لفتح الفنجان نعم وأنا بخاطب كل أخت وكل ناس بيفتحوا الفنجان إنه هني عبي عرضوا حياتهم للخطر وعبي يبعدوا عن الرب الرب ما بيسمح لهالإشياء أمين يا سوري يعني أنا بس هيك حبيت بس أحصيل هالملاحظة وأنا بشكرك كمان مرة على برنامجك وربي بارتك أخي سمعيل شكرا كتير يا أخي فيكي وتاني مرة فليز ما تقولي سوري ونحنا كتير كتير مسرورين باتصالك والكلام اللي رجعت زكرتين فيه اللي ابتداني ببداية الحلقة ابتداني بتاثني 18 لكن صلاتي أنا ما سمعتك آه سوري أنا ما سمعتك لكن أنا بأخذها من إيد الرب أنه الرب كمان حابب يسمح حدا نفس الكلام اللي قلناه ببداية الحلقة أنه هذا الأمر مكروه عند الرب وشفنا بلاويين عشرين أنه بالعهد القديم اللي كان يمارس هذه الأمور تقطع تلك النفس من الشعب فبقى مش بس أنه الأمر مكروه لكن في قضاء ودينونة تنزل على الذين يمارسون هذه الأمور لكن حابب أؤكد أنه وإن وجد أشخاص اليوم يمارسون هذه الأمور والأخذ فيكي علقت وأكدت على اللي بيفتحه الفنجان يمكن بتفكر أنه الأمر يعني مجرد يعني مزحة أو شي يعني هيكي لطمضية وقت أنت تلعب بالنار عزيز المشاهد حتخرب حياتك حتخرب بيتك أنت عم تفتح الباب للأرواح الشريرة أن تدخل إلى بيتك مع اتصال آخر اتصال من الأخ وليام أهلا وسهلا أخ وليام تفضل السلام عليكم أهلا أخ وليام نعم نعم مزبوط فكر يعني شو فكر ما أحد داخل فمحش تلميذ ما أفعل يكون أعظم فيهم من يأسك؟ شكرا يا أخ وليام ربي باركك لأجل المداخل بالفعل أنا كانت عم تخطر على بالي أنه 12 تلميذ قاعدين مع الرب يسوع وفجأة داخلهم فكر من أجل الفكر من الخارج إلى الداخل من اللي يحطوا فيهم شي أكيد الشيطان أنه من عسى أن يكون أعظم بينهم من هو الذي دائما يفكر ويجعل الإنسان أن يفكر أنه أعظم من غيره وأنه يرتفع مش أنه ينزل الشيطان المتكبر منذ البداية فعلم يسوع هذا الفكر وأجابهم شكرا يا أخ وليام لأجل تأكيد الكلام ربي باركك أعزائي المشاهدين في اللحظات المتبقية لي أنا حابب أن أتابع عن هذه الإجابة أنه الذين هم محميون في دم المسيح لا تأتي عليهم أي أذى أو أي عمل أو أي سحر من هذه الأمور فعندما أتى العراف الكذاب بالعام لكي يلعب شعب الله قال بليسان هذه الكلمات تكلم أروع كلمات أروع نبوة عن الرب يسوع وضعها الله على فمه لا تشوف عزيز المشاهد أنه الله مسيطر على نفس الآلة التي يستخدمها الشيطان أحبائي الله وإن كان يستطيع أن يبيض الشيطان بكلمة لكن يسمح ببقائه لغرض أن يتمجد من خلاله قال الرب لفرعون لأني لهذا أقمتك لكي أتمجد فيك وفرعون رمز للشيطان صورة للشيطان الشيطان موجود اليوم يا أحبائي والله سامح بوجوده حتى من خلال وجوده يستطيع الله أن يخلص النفوس ويبارك المؤمنين وأن يتمجد هو شخصيا اسمع ماذا قال بالعام قال كيف ألعن من لم يلعنه الله وكيف أشتم من لم يشتمه الرب قال إني قد أمرت أن أبارك فإنه بارك الله بارك فلا أرده أنا ما بقدر رده قال إنه ليس عياف على يعقوب ولا عراف على إسرائيل هذا بتلاقيه عزيز المشاهد في سفر العدد أصحاح 23 من العهد القديم أما يحنى في العهد الجديد قال كلمات رائعة في يحنى الأولى 5-18 أن المولود من الله الإنسان الجديد الطبيعة الجديدة التي نلناها من الله بالإيمان بالرب يسوع المسيح وصلاتي أن تكون عندك عزيز المشاهد أنك تكون إنسان جديد وخليقة جديدة في المسيح قال المولود من الله والشرير لا يمسه قال بطرس أنتم الذين بقوة الله محرسون قال يهوذ المحفوظون ليسوع المسيح قال بطرس المقدسين في الرب يسوع وبعدين قال أيضا يحنى لأن الذي فينا لأن الذي فيكم أيها المؤمنون يا أولاد المؤمنون أقوى من الذي في العالم وقال أليشع لغلامه جيحسي في العهد القديم قال له لا تخف لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم وقال الرسول في القمة قال في روميو 8-31 إن كان الله معنا فمن علينا لكن إن كانت أعمال السحر والعرافة والشعوذة لا تجري على المؤمنين الحقيقيين الذين احتموا بدم المسيح عزيزي المشاهد إذن على من تجري أقول أنها تجري على الذين هم خارج سياج الحماية الإلهية إن كنت لم تحتمي بدم المسيح أنت خارج أسوار الحماية الإلهية وليش يا عزيزي المشاهد ولماذا تبقى خارجا لماذا لا تأتي إلى المسيح أقول الله يوجه نداءه لكل الناس بدون استثناء بغض النظر عزيزي المشاهد عن خلفيتك عن ديانتك عن ثقافتك عن مستوى تعليمك طريقة تفكيرك الله ينادي كل البشر يقول تعالوا إلي المسيح يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم الله يقول التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاص الأرض لأني أنا الله وليس آخر عزيزي المشاهد أنت في قبضة إبليس أنت في قبضة هذا العدو بل دعني أقول أنت في حضنه إنه يكرهك إنه يبغضك إنه يمقتك إنه يريد أن يذبحك ويهلكك وإنتم سلم رأبتك كثور يذهب إلى قيد القصاص كيما يشق سهم كبدك عزيزي المشاهد كيف كيف ماشي ورا الشيطان ومعصب عينيك كيف لكن أقول كما أنه هناك يوجد أشخاص يذبحهم بالنجاسة وغيرهم بالقتل والشراسة هناك أيضا آخرين يذبحهم بأمور السحر والأعمال الشريرة والشعوذة والعرافة رب يسوع قال إن السارق الذي هو الشيطان لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك أنفس الناس ومن هذه الطرق التي يسرق بها الناس بعيدا عن الله لكي يقتلهم ويذبحهم ويهلكهم هي العرافة هي تحضير الأرواح استشارة الموتة السحر وقوته الجهنمية لكن أكمل المسيح وقال وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل فقط المسيح يا أخي اسماعيل طيب كيف المسيح بيقدر يخلصني من من قوة الشيطان المدمرة أقول لك فقط المسيح فقط لا غير لم يوجد شخص على الأرض استطاع أن يحرر من الشيطان لأنه الشيطان كله انغلبهم إلا شخص واحد هو الرب يسوع اللي بحياته عزيز المشاهد في حياته كإنسان له المجد استطاع أن يغلب الشيطان بالمكتوب واستطاع أن يغلبه بالصلاة بحياته القدوسة وقف أمام كل الأعداء قال لهم من منكم يبكتني على خطية ما حدا استطاع أن ينبت ينبس ببنت شفا لكن أيضا غلب الشيطان وأباده ووضع الأساس للإبادة الكاملة في موته اسمع ماذا يقول الرسول في عبرانيين اثنين اربعة عشر فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك بإرادته هو فيهما أيضا كذلك لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعطق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية هاللويا شكرا لك من كل القلب أيها الرب يسوع هو وحده الذي استطاع أن يسحق رأس الحياة في الصليب هو الذي أشهرهم جهارا كل القوات الروحية والرؤساء والصلاطين أشهرهم جهارا عمل فيهم public announcement أشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب الرب يسوع فقط الذي داس الموت وداس الذي له سلطان الموت في أمنع الحصون وعم قريب جدا سوف يبطله بظهوره ويبيده بنفخة فمه عزيز المشاهد الشيطان عدو مغلوب غلابه الرب يسوع في صليبه المجيد الرب يسوع عندما قام من الأموات وهذا إيجابي للأخ اللي اتصل هل المسيح أقام نفسه من الأموات أم أن الله أقام من الأموات عزيزي أخ ماهر يلي اتصلت المسيح أقام نفسه والآب أقامه والروح القدس أقامه الكتاب المقدس يقول أن الثالوث كان موجودا في القيامة وكان عاملا في قيامة الرب يسوع من الأموات نقرأ في رومي 6 أن المسيح أقيم بمجد الآب نقرأ أن المسيح أقام نفسه قال في يحنى 2 انقذوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أنا أقيمه وأيضا نقرأ في رومي 1 ورومي 8 أن الروح القدس أقام المسيح من الأموات عزيزي المشاهد هذا هو الخبر الصار إن كنت مستعبد لهذه الأمور إن كنت تمارس السحر والشعوذة والعرافة وتحضير الأرواح لك علاقة من قريب أو من بعيد تب حذار فأنت تلعب بالنار رسالة نهائية للذين يتعاطون السحر والعرافة حذار فأنت تتعامل مع الشيطان ومع عوانه السحر سوف ينقلب على ساحبه الشيطان سوف ينقلب عليك أهرب إلى المسيح سوف يغفر لك كل أثامك ويطهرك بدمه دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية يسكن فيك بالروح القدس مش ممكن بعدين أن الشيطان يمسك وبدل من أن تكون وسيطا للشيطان لخداع الناس وهلاكهم لأجل الربح القبيح تعال إلى المسيح تعال إلى الرب حسن الأمل فتصير سبب بركة للناس وخلاصهم والنهاية حياة أبدية أما للذين يتهاونون بهذه الأمور والذين يذهبون عند الرائين والعرافين والمشقشقين والهامسين حذار فأنتم تلعبون بالنار ليس غرض الله لكم عزيز المشاهد لنا أبدا معرفة المستقبل لكن مشيئته هو خلاص نفسك الغالية الخالدة وإن كانت تسول لك نفسك بأذية الناس حذار فإنما يزرعه الإنسان فإياه يحصد أيضا كلمة أخيرة عزيز المشاهد تعال إلى المسيح يحررك ينقذك هو الوحيد الذي انتصر على الشيطان ويستطيع بالإمام به عندما تأتي مؤمنا أن الرب يسوع مات لأجلك اعترف وقال له أنا خاطئ ارحمني أتوب عن كل هذه الخطايا أتوب عن كل هذه الممارسات أتوب عن التدين أتوب عن السحر أتوب عن العرافة أتوب عن التوابع والجان والسجارة الموتة أنا راجع لك يا رب وأؤمن أن صليبك كفار لخطاياي أنت مت على الصليب كفار لخطاياي اتفضل يا رب يسوع ادخل لقلبي غسلني بدمك عملني خليق أجديدي واسكن فيها بالروح القدس وساعدني من اليوم وطالع أن أعيش لك وأكون يا رب أخبر الناس عنك وعن خلاصك العظيم وحتى مجيئك عزيز المشاهدين شكرا كتير لأجل حسب متابعتكم وإلى أن ألقاكم بنعمة الرب في الأسبوع المقبل الرب معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة